والله سبحانه وتعالى حذر من إضاعة الصلاة فقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّ إلا من تاب إلا من تاب وعمل صالحا وقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سماهم مصلين لكن لما كانوا يصلون في غير الوقت توعدهم بالويل وأخبر أنهم ساهون عن صلاتهم فإضاعة الصلاة والسه عنها معناه إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي فلا تقبل حينئذ فقد أضاعها من يفعل هذه الأفعال ويتشاغل عنها من الناس من يحتج بالنوم يسهر الليل ولا يبالي بالصلاة ينام ويقول متى يقول متى ما استيقظت وصلي ليس الأمر بيدك الأمر بيد الله سبحانه وتعالى الصلاة إنما تكون في الوقت ولا تقبل في غيره لا تقبل في غير الوقت من غير عذر شرعي وليس النوم عذرا شرعيا لكل أحد إنما النوم الذي يغلب على الإنسان وهو حريص على القيام للصلاة ولكن يغلب عليه بعض الأحيان فهذا عذر أما الذي يتعمد النوم يقول متى ما قمت بعضهم لا يصلي إلا إذا أراد أن يذهب إلى الوظيفة إذا أراد أن يذهب إلى وظيفته بعد الشمس هذا لا تقبل صلاته الواجب أن يقوم في الوقت ويصلي مع المسلمين في المساجد ثم يعود إلى نومه ولا يضيع الصلاة على حسب هواه ما هو المقصود أن يصلي الصلاة الشكلية في أي وقت مقصود أن يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى فإذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا لم تقبل منه صلاته ولا تصح منه صلاته فهو لم يصلي فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا ترجمة نانسي قنقر